تتواصل فعليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي المؤتمر كتجديد للتزام مصر الدولي تجاه القضايا السكانية وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديمغرافي كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية على هامش المؤتمر سيتم إقامة معرض يضم أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية في خطوة هامة تؤكد مصر من خلالها التزاماتها الدولية تجاه القضايا الصحية والسكانية يأتي تنظيم مصر للمؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة المؤتمر العالمي يأتي تأكيدا على جهود مصر المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديمغرافي كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانع السياسات والبحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية المؤتمر يعكس كذلك اهتمام الدولة بملف السكان ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان ومن المتوقع أن تصدر عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية ويعد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية فرصة لجميع الخبراء للمشاركة وتبادل الخبرات لإطلاق استراتيجية جديدة تتناول القضية السكانية بأسلوب جديد وفعال وعلى هامش المؤتمر سيتم إقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية هي إذن جهود كبيرة تبذلها مصر ليس على المستوى المحلي والإقليمي فقط بل العالمي أيضا لمحاولة اتخاذ خطوات فعالة للارتقاء بجودة حياة الإنسان